انا عايز قبل ما نتكلم على مسألة زيارة رئيس الوزراء المجري للقاهرة واستقبل فخامة الرئيس سيسي لي عايز نعود نفكر مع بعض بسا كده بالرحة فحاجة مهمة جدا الرئيس دايما بيقول الرئيس دايما بيتكلم على توطين يعني بيستخدم مصطلح اسمه توطين فمثلا توطين صناعة القطارات توطين صناعة السيارات توطين صناعة الدواء توطين صناعة السيارات والمركبات الكهربائية والصديقة للبيئة توطين الصناعات التكنولوجية السؤال بقى ايه مفهومك كمواطن انا وانت المواطنين عن كلمة توطين يعني احنا عارفين يعني ايه توطين ولا مش عارفين طيب فقعدت النهاردة انا وزمالي كده قبل ما نخش الحلقة نحاول نتناقش يعني سألت توطين يعني ايه فالغالبية او الكل تقريبا جاوب بانه توطين يعني هنصنع عندنا بخمات من عندنا وطبعا ده بالضرورة يعني مش او بالاصح مش بالضرورة يكون دايما الخمات من عندنا المهم يعني فيبقى هنصنع عندنا بايد مصرية بخمات مصرية ونطلع المنتج النهائي الحقيقة الاجابة مش دقيقة مش هقولها غلط يعني ايه مش دقيقة لانه فيما يتعلق بما سألت الخمات لا وارد جدا انك انت تستورد مواد خم معينة ما تكونش موجودة عندك في موادك الطبيعية فتبدأ تستخدمها علشان تصنع شيء ما طيب ايد عاملة صح هنطلع المنتج النهائي من عندنا صح بس السؤال المكنة اللي بتصنع المنتج النهائي لو هي عندي ده يبقى توطين للصناعة عندي يعني اشترتها من المانيا اشترتها من امريكا من انجلترا فرنسا المجر ده معناها ان انا كده وطنت صناعة لا لانه المكنة مش بتاعتي دي المكنة مثلا مثلا اللي بتعمل شاسية العربية او دي مكنة مثلا مثلا اللي بتعمل بلوك المطور مش عندي ده انا بشتريها فبقت موجودة هنا كده انا لسه ما وطنتش امتى اوطن لما كن انا بصنع المكنة انا بصنع المكنة اللي بتعمل لي الشاسية مش بشتري المكنة يبقى الرئيس هو بيتكلم على مسألة توطين ارجو ان يستقبلها الكل الاستقبال مش الحسن لا هو الاستقبال المبهر ده اولا اتنين استقبال الفهمانين مبهر لانه الرئيس عايزك تصنع المكنة اللي بتطلع المنتج النهائي مش تستورد المكنة من بلد ما عشان تطلع المنتج النهائي عملين انا كده جمعت ما صنعتش فهمت ليه احنا طول الوقت في مسألة تصنيع العربيات عندنا احنا تجميع مش تصنيع يعني ليقول لك ايه العربية دي تجميع مصري انه عملين انت ما فيش انت جايب مكان بيروح مركب لك الحاجات على بعضها بيد عاملة شديدة المهار احنا مش مختلفين في بعض المكونات بتصنعها هنا احيانا بتبقى الوحي الازاز احيانا بتبقى الكراسي احيانا بتبقى قطع معينة بتصنعها بالفعل تصنيع كامل زي ما انا شرحت لك قبل كده في بعض القطع المهمة في منظومة الفرامل في واحدة من اعظم مركات العربيات الالمانية بتتصنع في مصر وبتتصدر على اوروبا فيما بعد ذلك بترجع لالمانيا وبترجع للنمسا وبتروح لحد امريكا كمان حلو يبقى الرئيس لما بيقول لنا نوطن احنا بنشتغل على توطين يبقى احنا هنصنع المكان اللي بيخش في تصنيع المنتج النهائي وهو ده المفتاح بتاع انك تتحول الى بلد صناعي يبقى الرئيس لما بيتكلم على مسألة تحولنا الى الصناعة وتوطين الصناعة ده اصده ودي غيته وده هدفه ده معنى المصطلح ده ما فيوش اي اجتهاد ده معنى المصطلح ولهذا انا مبسوط جدا 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 من وقت ما الرئيس كلمنا في اكتر من موضع وفي اكتر من مجال على توطين صناعات محددة وبوضوح